بسم الله الرحمن الرحيم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا سورة الفجر من مقاصد السورة بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكير بالآخرة التفسير والفجر أقسم الله سبحانه بالفجر وليال عشر وأقسم بالليال العشر الأولى منذ الحجة والشفع والوتر وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء والليل إذا يسر وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم هل في ذلك قسم الذي حجر هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟ إرم ذات العماد قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر وفرعون ذي الأوتاد أولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس الذين طغوا في البلاد كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم كل تجاوزه في بلده فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض إن ربك لبالمرصاد إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنع بيّن أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضى الله عنهم فقال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمه فيقول ربي أهاناً وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضى الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق ولا تحضون على طعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضاً على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به وتأكلون التراث أكلاً لما وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتاما أكلاً شديداً دون مراعاة حلة وتحبون المال حباً جما وتحبون المال حباً كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصاً عليه كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا لا ينبغي أن يكون هذا عملكم واذكروا إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً وزلزلت وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وجاء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وفي ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله وأنا له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم لأنه يوم جزاء لا يوم عمل يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياة الأخروية التي هي الحياة الحقيقية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله لأن عذاب الله أشد وأبقى ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال يا أيتها النفس المطمئنة وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح فادخلي في عبادي فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي وادخلي معهم جنتي التي أعدتها لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر